ونبقى مع روعة وإلى تونس وزميلة أحلام العبداللي طبعا رولة تليلي تهدي تونس أول ميدالية ذهبية ما هي التفاصيل وألف مبروك؟ الله يبارك فيك يا ريم ويبارك في الجميع البطلة من ذهب روعة تليلي في الحقيقة ليس لدي الكثير أضيفه على مقالته الريان أتت على جميع المعلومات الخاصة بروعة تليلي النجمة البطلة من ذهب بالفعل هي منذ عام 2007 إلى اليوم وروعة تليلي تحصد الألقاب الذهبية روعة تليلي من فتاة مطالبة بإحفاء من مادة الرياضة إلى بطلة بارلابية تحصد تلوى اللقب في الرياضة رمي الجلة بتسديدة تاريخية دفعتها روعة تليلي بتلك اليد الصغيرة روعة تليلي هي قصة نجاح قصة عزيمة قصة كرامة أيضا وقصة إسرار وتحدي لكل شخص تحبط عزيمته قليلا أو تتراجع عزيمته قليلا نقول له تابع قصة روعة تليلي قصة نجاح كبيرة جدا نحتفي بها اليوم في صباح العربية بكل فخر روعة تليلي كما قلت لكم منذ عام 2007 إلى اليوم أي مسابقة تشارك فيها إلا وتحصد فيها اللقب الذهبي حتى أطلق عليها لقب البطلة الذهبية مبروك روعة تليلي مبروك لتونس وكذلك مبروك لكل أصحاب الهمم وأصحاب وأيضا المنتمين إلى الرياضات الفردية الذين طالما شرفوا تونس للإشارة للإشارة فأنه هناك عديد الظروف الصعبة التي واجهتها روعة تليلي ويواجهها عديد الرياضيين الذين ينتمون إلى نفس الميدان الذي تنتمي إليه روعة أو إلى نفس الجيل روعة أو بعدها أو قبلها لكن رغم ذلك هم يحسدون التتوجات وتبقى القائدة هي روعة تليلي وملفت الانتباه والطريقة الاستثنائية في احتفال روعة تليلي أمام الجماهير البرالامبية لما حازت على الميدالية الذهبية وتلك الالتفاتة التفاتة الأبطال وإشارتها إلى اسم تونس على ظهرها ذلك الاسم الذي حملته رغم أنه في يوم من الأيام أريد لها أن تعفى من الرياضة فحملته في أكبر المحافل الدولية مبروك روعة ومبروك لتونس بالفعل روعة يا روعة يعني قصة رائعة ودتني أنا شخصيا تحفيز اسم على مسمى بالفعل شيء جميل جدا أنها تحدث هذه وتخطط كل التحديات اللي واجهتها طيب إلى قرطاج والفنان نور مهنة ما الذي يحصل؟ إلى القدود الحلبية التي شابها ما شابها في حفل نور مهنة في قرطاج بطبع هذا الحفل هو خارج مهرجين قرطاج الذي اختتمته النجمة السورية أصالة نصري نور مهنة كان ترند هذا الأسبوع على مستويين المستوى الأول هو أن هناك عطب فني صار خلال هذه الحفلة فكان رد نور مهنة عنيفا نوعا ما أو غير لائق لكي لا نضخم الأمور غير لائق مع مهندس الصوت الذي أراد التواصل معه فكانت الإشارات تدل على عصبية كبيرة من طرف المطرب السوري المعروف والمعروف خاصة في تونس لأنه يقيم في تونس هنا موجود نور مهنة وهو تونسي سوري يعني أو سوري تونسي لنقل فجاءت ردود الفعل مستنكرة جدا لهذا التصرف الذي دل على عدم رحابة صدر المطرب نور مهنة ولكن في الأثناء كان ترند أيضا بشكل إيجابي باعتبار وأنه قام بثنائية مع الجمهور تجاوز بها العطب الفني وكذلك تجاوز بها العطل وقام بالإنشاد والغناء مع جمهوره في عملية تبادل كانت رائعة ورائعة جدا بالطبع رغم كل هذا وذاك ورغم ترند الإيجابي وترند السلبي يبقى نور مهنة كما نعرف صوت سوري جميل يصدح دائما بأروع الأغاني على ركوح قرطاج العظيم وكذلك على عديد المسارح الدولية الأخرى يعني مشاكل التقنية بتحصل نحن عندنا ما بينفعش الزراح المايك خلص صارت مع أبل أكميوز في الزكري راوية كملت الخبر منيح لإحنا أربع طيب هذا هو سرعة البدية ووصولة وهم شيء أن الناس يكونوا مبسوطين في النهاية أشكرك جزيلا أحلام العبدالي من تونس شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح